كثير من المساجين المحكوم عليهم نهائياً لا يعرفون نظام الإفراج المشروط الذي ينص عليه قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وغالباً ما تضيع فرص الكثير منهم للحصول عليه فما هو هذا النظام؟ وما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها؟ تابعونا بعد الفاصل أهلاً بكم مشاهدينا في عدد جديد من زوم على القانون أهلاً بك أستاذ نجيب بيطام أهلاً وسهلاً إذن نظام الإفراج المشروط يعد من الإجراءات التي تستجيب لمبادئ السياسة العقابية الحديثة والتي تنادي بإصلاح المحكوم عليه والحرص على إعادة إدماجه في المجتمع هذا ما سنتحدث عنه اليوم معك أستاذ بيطام في البداية هل يمكن لكم أن تشرح للمشاهدين معنى نظام الإفراج المشروط؟ بسم الله الرحمن الرحيم الإفراج المشروط هذه محل سجال كبير في الأوساط تاعة المجتمع الجزائري ونتلقى عليها عديد من الاستفسارات والاستشارات خاصة في الفطرة الأخيرة وين الدولة؟ الدولة بسط يد الرحمة على المسجونين وسهلت كثيراً في إجراءات الاستفادة من الإفراج المشروط لكن المواطن البسيط ما زال ما يعرفش وشي هو الإفراج المشروطة؟ كما تدل عليه التسمية كأن الإفراج نفرقه بين الإفراج المؤقت هذا إنسان يكون في الحبس المؤقت يعني ما زال في التحقيق ما زال مشارعش نقدرون نديره طالب إفراج من السيد قضي التحقيق يسميه الإفراج المؤقت يدرس طالب إذا لقاه يستوفي الشروط يطلق ويفرج عليه مؤقتاً إلى حين المحاكمة الآن الإفراج المشروط هذا تنول القانون 0504 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسين وبقراءة المادة 134 ومعطاهش تعريف صحيح ولكن يستشف منها التعريف وشي هو الإفراج المشروط؟ شخص تحاكم مصبح الحكم نهائي هذه بشي المواطن البسيط يفهمها ساعات شخص يتحاكم في المحكمة الابتدائية تجي يماه ولا بابا يقول لي إفراج المشروط الولدي ما تصلحش هو حكم ليس نهائي هو ابتدائي لازم يكون الحكم نهائي وش معناتها الحكم نهائي؟ معناتها خلاص تنفذ كل إجراءات طعون ما بقاش فيه تكسار شرعا يعني عقبنا المحكمة الأولى ثم مشينا الاستئناف ثم مشينا المحكمة العليا انتهى الأمر إذا ما رجعش من المحكمة العليا ولا كيما يقول المواطن البسيط رجتي من المحكمة العليا يعني إذا كان رفضوله نتكلم هكي بش المواطن يفهم أكيد يعني المحكمة العليا إذا رفضت الطعن بالنقض يصبح ذلك الحكم نهائي ويقضي المحكوم عليه العقوبة المحكوم بها عليه في الحبس أي على فرض واحد محكوم عليه ست سنين قضية في أي قضية نعم هذا من حقه إذا كان مبتدئ إذا كان أول مرة غلط وحكمت عليه العدلة بست سنين حبس عنده حق لما يعقب نصف العقوبة لهي ثلاث سنوات بعد ثلاث سنين عنده حق يتقدم بطالب الإفراج عليه يقوله المشروط فيه شروط فيه شروط ما هي شروط؟ ما هي شروط؟ هذا هو السؤال يعني الذي كنت سأسألك عنه يعني ما هي الشروط المنصوص عليها في التشريع الجزائري للاستفادة من الإفراج المشروط؟ شوفي أول شرط هو أن يتميز المحبوس بحسن سيرتي والسلوك في المؤسسة العقابية وأن يقدم ضامنات جدية للاستقامة يعني الفيطر لي كتاعة ثلاث سنين أنا أعطيت مثال على ست سنين للمبتدئ ومن بعد نجي الواحد اللي متعود يعني اللي مرتين ولا ثلاثة أنا نتكلم غير على الحالة تعال مبتدئ أول مرة كي عقب نصف العقوبة يدير طالب القاضي تتبيق العقوبات الطالب هذا لازم يكون مرفوق بالتقرير تع المدير تع المؤسسة العقابية المدير تع الحبس كي يدير له طالب يدير حتوى التقرير تعوى يقول في عليك أسكنتها في الفيطرة هذه كنت الناس ملاح في الحبس ولا كنت تدير المشاكل إذا كنت تدير مشاكل داخل الحبس وعندك سوابك داخل الحبس كنت تدير مشاكل فوضى وما تلتزمش بكذا كذا هذا يروح تقرير بك ما هوش مليح هذا مستحيل يعطيك الإفراج من شروط إذا دار بك مدير الحبس تقرير باللي أنت كنت عاقل في الحبس وكنت ما ظهرت عليك يعني الندم وكنت تقرأ ولا كنت تخدم داخل الحبس وكما سجلت عليك حتى شائبة وكنت تحتار من القوانين داخلية على الحبس يروح بك التقرير إيجابي ثاني شرط تكون عقبت نص العقوبة ثالث شرط تكون سلكت الغرامة الرابع شرط تكون سلكت التعويضات المدنية إذا قضية تتعلق إذا فيها ضحية مثلا تضربوا جروح عمديا بسلاحة بيض حكموا عليك مثلا بعامين حبس وزوج ملايين غرامة وتمد للضحية 30 مليون هنا لازم تكون عقبت عام لازم تكون سلكت الغرامة التي حكم عليك بها ولازم تكون سلكت تعويضات للضحية والله ضحية تنازلك هذا بالنسبة للمبتدئ بالنسبة تسأليني تقولي لوحد متعود عنده سوابق يستفيد ولا نعم يستفيد هذا من السياسة الرحيمة تعد دولة جزائرية على ولادها رغم أنك مسبوق تستفيد من عندك إمكانية الإفراجة بسرط موش كمال مبتدئ هنا نحسبو لك ثلثي العقوبة يعني في الحالة 16 سنين تكون عقبت ثلثي يعني تكون عقبت ربعة ما زلك عامين هنا عندك حق تدير طلب الإفراج المشروط مع الشرط يقول لك حسن السيرة والسلوك لانضيبات في المؤسسات والناس اللي يقرأوا ويشاركوا في الامتحانة وينجحوا هذا ويساعدوهم يساعدوهم الفئة الثالثة يسأل النساء يقول لي أنا بابا ولا أخويا محكوم عليه بالمؤبد يدي ولا ما يديش نعم يستفيد كيف نحسبو له الفيطرة التجربة كيف تكسب 15 سنة 15 سنة بالنسبة للمحكوم عليه بالمؤبد اللي هي إجراءة معمول بها في الجزائر يعني هناك حالات للإفراج المشروط ولكن ليس كل طلبات الإفراج تقبل إذن هذا هو سؤالي بالضبط هل توجد جرائم مستثنات من الإفراج المشروط وما هي مدة العقوبة المحددة يعني نعرف دايما في العفو نتكلم على العفو عدنا بعض الجرائم لمستثنات من العفو أو العفو الشامل ومختلف إجراءاته في الإفراج المشروط هل هناك جرائب تستثنى من هذا الإجراء كما حالة الجرائم اللي فيها أحكام بالإعدام مثلا ما فيهاش ما فيهاش إلا في العفو الرئاسي العفو الرئاسي ومبعد نرجع للحالات وحدة أخرى هذا ما يديوش الطالب نتعى الإفراج المشروط يقدموا المحبوس ولا المحامين تعوه نعم قاضي تطبيق العقوبات إذا كان المحبوس يداروا في الحبس أو يفوت على مدير المؤسسة العقابية والمدير يرفق فيه تقرير تعوه ويروح القاضي تطبيق العقوبات قاضي تطبيق العقوبات يدرس الميل في ذاك ويحولوا إلى لجنة لجنة خاصة لتنظر فيه طلبات الإفراج المشروط فيها قوضات فيها هي اللي تدرس إذا لقيت الشروط متوفرة لقيت هذا الإنسان أول مرة دار لقيته عقب نص العقوبة لقيته تقرير تقرير تقع المدير تقع الحبس مليح هذا المحبوس ما ظهر عليها حتى حاجة كان ناس ملاح كان يقرأ مهما كانت الجريمة يعني سؤالي بالتطريق هذا ما نقدرش ندخل في عام اللجنة مثلا جرائم الإرهاب شوف بعض جرائم الإرهاب تختلف اختلاس أموال الدولة بين دعمه بالنسل السلاح وقتلته دارت تبديد الأموال هذا يخضع سلطة تقديرية للجنة ولكن بعض الجرائم الخطيرة على المجتمع هذه ما يعتبر كيف يفراج المشروط أنت تكلمت عن المؤبد نحن نعرف أنه عادة المؤبد يحكم به في جرائم القتل الخطيرة أو العصابات أو كذا يعني الجرائم الخطيرة العابرة للقارة الإرهاب يعني إذا افترضنا أنه حتى الذي يعاقب بسجن المؤبد لديه الحق في الإفراج المشروط فهنا يعني السؤال في الجرائم المستثنات تبقى السلطة التقديرية للقارة للجنة شوفي شوفي يا دكتورة إلهام مش كل محبوس مجرم بالطبيعة أكيد أكيد والمتهم بريء حتى تثبت إدانة ولكننا في الحالة هذه تكلموا على ناس صايت حاكموا أنا أحبت أن أقول لك الفكرة أحبت أن أوصلها مش كل من هو في الحبس مجرم بالطبيعة أعطيك مثال بسيط شخص مروح الضاره في الليل خارج من الخدمة مروح الضاره في الليل الحقل الحي انتعه أعطار ذاته وعصابة تأل حي بالأسلحة وكذا والكلاب كرامك الله إلى غير ذلك ضربوه فاضطر إلى الدفاع على نفسه ولكن تجاوز في الدفاع الوسيلة هذا الناس ضربوه باليد هو جبدموس جبدموس اقتل به هذا الشخص هذا مجرم بالطبيعة هذا مجرم بالصدفة هذا كان مروح الحلو كان مروح الضارو اضطرات وظروف بشير طاكب هذه الجريمة طبعا يعني حتى هذه الحالات تراعى في الحكم تراعى في الحكم وتراعى في طرف الإفراج المسروط أن يبدي أن يبدي ضمانات جدية للاستقامة تبت وهذا منين تباني الأمور تراعوا في الخمسطع سنة يعقبها في الحبس صحيح إنسان تابعا مصلي يحفظ القرآن ما يرطي الصلاة هل يراعى السن يعني شخص كبير في السن كل الأمراض تراعي هذا الأمور تراعي هذا الأمور لو كنجيك الحالة وحدة أخرى تعالعاهات المستديمة والأمراض الخطيرة وكذا يمكن حتى وزير العدل دي القرار دي القرار قال أفرجوا على فلان واحد مريض بالسرطان عفو الله كل المشاهدين وكل المسلمين واحد مصاب بالسرطان في الحبس ولا يرجع شفاؤه من ذلك المرض وحسب تقارير تعالأطباء ما وش طبيب واحد تقارير تعالأطباء أنه هذا لا جدوى من علاجه وقاتله غير أيامات مع الأجل بيد الله هذا يقدر يدير طالب الوزير العدل يدرسوله الأمور ويقرر بمقرر أنه يفرج عليه واحد مصاب بعاهات مستديمة في الجسد تعالى ما يتحرك ما يدير ولو ما يدير ولو وأصبح عاهة على حتى الناس في الحبس وقضى فطرة معينة من العقوبة هذا يمكن أن يفرج عليه إذن كل من تميز باستقامة في السلوك وحسن السلوك وذلك ننصح شخصيا ننصح المحبوسين توعي قال أقرأ في الحبس أحفظ القرآن صلي صلاتك وقرأ يدير ديبروم في المؤسسة الموشقاري الأهلي يوم بعد الباكالوريا يوم بعد الجميع ولديهم فرص للدراسة يعني إمكانية ووسائل عن ناس بالباكالوريا قد أن باكالوريا عندي محبوس واحد فيها ربع سنين إفراج حبس مؤقت ربع سنين للأسف حبس مؤقت ومبعد براءة ثلاث باكالوريات دخل بلا باكالوريا في الربع سنين هذوك ثلاث شهادات باكالوريا والنهار تحاكمنا في الجنايات أعطأ له البراءة وكنا بصدد خطأ خضائي وسنتحدث عن الحبس المؤقت يعني قريبا إذن هذه الفئات هي اللي تستفيد من الإفراج بالتبقية حاجة واحدة ماشي كل من دار طالب يقبل طالب تعود قادر تدير طالب ترفضهول كل جناة ما يقبلوا لكش خطورة الجريمة خطورة الواقعات تدير تغتصاب جماعي الأطفال القصر سمحي لي لم تبدي استقامة في المؤسسة ما زلت ما يطلبوكش القرار بيد لجنة مع تنويه أنه النايب العام عنده حق يطعم إذا عنده حق يطعم وما تخرش الآن الشي الذي يؤرق الأسر الجزائرية اللي عندها ولادها في الحبس وشي هو الغرامة كفالة الغرامة غرامة واحد في قضية مخدرات محكومة لها عشر سنين عقب ست سنين والغرامة عنده مئة ولا مئتين ولا ثلثمائة مليون منين راح يجيب منين زوالي هذا منين راح يجيب مئة مليون الدولة سهلت يعني شوف الدولة شوف بقدر ما هذا المطرق لهذا الجرائم هذي بقدر ما بسطة يضر رحمة يعني بزاف بزاف خاصة هذا العام للأخر هذا وين توجيهت الآن بإمكانك تديري طالب بالله أخر رئيس المجلس وتقوله يجي للعائلن تقال رئيس المجلس يديره طالب قال مستعدين سلكه عشر ملايين وتسعين مليون ديروننا عليها كالوندري رئيس المجلس يدرس طالب وإذا يوافق على النقطة هذه برك بش يديرها في الميلف منتع الإفراج المشروط قال هاي سلكي عشر ملايين والباقي عندك زوج ملايين للشهر ها كم دارين وديري الوثيق هذيك طالب الإفراج وقدميها اللجنة إذن واضح أستاذ شكرا لك على هذه التوضيحات فيما يخص هذه الفقرة نذهب إلى فقرة مستشاري إذن في فقرة مستشاري تصلنا أسئلة كثيرة من المشاهدين بخصوص موضوع الإفراج المشروط أستاذ أول سؤال لدينا علي يسأل من الجهة المخولة لدراسة طلب الإفراج المشروط نظن أنه جاوبت لكن نعود أن نفهم المواطن بلنشي فهم نوضح الجهة التي تطلقها الطلب هي قاضي تطبيق العقوبات هذا عنده مكتب في المجلس وعنده مكتب داخل المؤسسات العقبية دير طلب حتى في مؤسسة نقوله ما فيهاش قاضي تطبيق دير طلب إذا كان المحبوس يدير طلب يدير مدير المؤسسة مدير مؤسسة يحكم الطلب ويرفقه بتقرير ويبعثوا القاضي تطبيق العقوبات ثم قاضي تطبيق العقوبات يوجد دول ذلك الملف يبعثوا لجنة لجنة تطبيق العقوبات هذه لجنة فيها قوض هما ليضرسوا الطلب هما ليوافقوا لك كل ما يوافقوا لك على طلب الإفراج المشروط يمكن أن يقوم بذلك المحبوس أو رحمه ننصحه ننصحه نصيحة لله يعني الإنسان الذي قادر يكلف المحامين تعوه تعالعائلة تعوه هو الذي لأنه المحامي يحرص على توفير السروط والوثائق واحترام الإجراءات لأنه الساعات المحبوس يدير طلب ويغلط يرفضه الأخير تعوه الإنسان الذي لديه إمكانات يدير محامي أحسن لما لديه إمكانات يجوز له ويدير طلب من المؤسسة العقابية وواضح إذن السؤال الثاني سمية تقول زوجي حكم عليه في قضية الترويج للأقراص المهلوسة بسبع سنوات حبس نافر هل يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط نظر هي تتكلم على الجريمة يعني هل جريمة المخدرات جريمة مخدرات الترويج يعني هو في أكثر الحالات تعترويج والمتاجرة قليل وينيدي ولكن مؤخرا نقولك في إطار يعني السياسة نتعدولها بسط الرحمة خاصة لما يكون مبتدئ خاصة لما يكون عنده أمل كبير عنده حظ كبير أنه يعطيه له الإفراج كما هذه سبع سنوات إذا كان مبتدئ زوجها إذا مبتدئ لازم يكون عقب ثلاث سنين ونصف ثلاث سنين إذا تنصحوها بانتظار ثلاث سنوات ونصف لتقديم الطالب إذا فيه غرامة فيه غرامة قادرة تسلكوها وأكيد ما هو مش قادرين يسلكوها تروح الرئيس المجلس ويراي تسكن تروح الرئيس المجلس تقول له تدخل له تقبله تقول له مستعد أن سلك على زوجي نسبة كذا إذا ميتم تقول له مثلا نسلك عشر ملايين والباقي ديروا لي كالوندري رئيس المجلس يدرس الطالب ويشوف يقبلوا له إذا قبلوا يقبل هذا المبلغ قال تحطي عشر أو العشرين مليون ويديرون لهم زوج ملايين للشهر الباقي المبلغ تزز الوثيقة تزيدها للطالب بتاع إفراج المشروط وتروح تقدمه وقاضية تبيق العقوبات هنا نشوفوا حاجة أخرى تقرير تعمل ذير المؤسسة هالرجلها كان مستقيم في الحبس كان عاقل خسم السيرة ولا كان يدير المشاكل إذا كان يدير المشاكل ما يديش هذا يعني لا كيف هنطلقوا واحد في الحبس ما ترباش كيف هنطلقوه البره واضح أستاذ إذن آخر سؤال في هذه الفقرة زكريا يقول هل الإفراج المشروط يعني انقضاء العقوبة وكيف يتم تسديد مبلغ الكفالة في هذه الحالة يعني يتكلم على الكفالة ويتكلم على انقضاء العقوبة هذا يقصد الغرامة نعم يقصد الغرامة لا يقصد الغرامة يا بالكفالة يا الغرامة شوف ماذا هو الفرق بين انقضاء العقوبة والإفراج المشروط يعني إذا تحصل على إفراج المشروط هل تنقضي العقوبة بالصحية نجيب المثال 16 سنين نعم عقب 3 سنين وطلقناه طلقوه في 3 سنين هذوك عاود لأنه الإفراج المشروط يمكن أن يقتارين بشروط هذو يسميه الإفراج المشروط تتجري المخديرة شوف نطلقوك بس ما تبقاش في المدينة هذه في الكارتية نقل المدينة لأنك انت ثم في وسط المدينة الناس يعرفوك هو نقل بلدة ما تسكنش ثم روح البلاد وحدة أخرى قبلت انتشرت روح الدارة وحدة أخرى من بعد عام حكموك الشورط طفل ما كان هذاك إذن أنت هنا أخليت بأحد الشورط اللي داروها لك أخليت بالشورط هذه دونك هنا وش يديروا يهزوك يعاود ويردوك تكمل العامين اللي بقولك طلقوك عقب ثلاث سنين طلقوك عام انت تدور البرة من بعد انت أخليت بالشورط اللي داروها لك حكموك يديوك بقولك عامين هذه كلفترة كنت بره يحسبوها لك تعود تكمل عامين إذا ارتكبت فعل إجرامي واحد أخر تشدد عليك العقوبة يعني الدول أعطتك فرصة رحمتك باش تعدل روحك وانت هذا يقدر يدير طالب والقرار النهائي هو قرار لجنة تطبيق العقوبة وليس كل من يقدم طلب يقبل هذه لازم المواطني فهمها واضح أستاذ إذن هذه أسئلتنا فيما يخص فقرات مستشاري نمر إلى ظاهرة وقانون إذن في ظاهرة وقانون كما شاهدنا أستاذ الصور تتحدث عن السجين الذي تحصل على الإفراج المشروط وأعاد ارتكب الجريمة يعني العود وكنت تكلمت عنه سابقا يعني ما تعليقه هذا أولا تشدد عليه العقوبة في الجريمة التالية إنه هذا ما زال في فطرة التجربة هذيك اللي بقاته تاعة ثلاث سنين هذيك المفروض ثلاث سنين ما يرتكب فيها حتى خطأ هو ارتكب جريمة واحدة أخرى يجيبوا يحاسبوه على الجريمة هذيك ويشددوه العقوبة على شاكلة العود على شاكلة العود أستاذ إلهام كان نقطة اللي لازم نعود ونأكد عليها نعم هي المادة 136 من القانون هذا تنظيم السجونية اللي يفتر مشكلة النص يتقرأيه يقول لك لا يمكن للمحبوس أن يستفيد من الإفراج المشروط المشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف القضائية ومبالغ الغرامات المحكوم بها والتعويضات المدنية اللي وجدت من الصوارح لا يمكن ورغم ذلك الدولة دارت استثناءات فتح تنافذة طع الرحمة ودارتها فيه رئيس المجلس تجي تقولوا ما عنديش ما عنديش زوالي ما عنديش يقول لك سلك المبلغ معين والباقي زوج ملين لشهر هذي برك باش يعني تقسيط الغرام في هذا العام هذا الدولة وزارة العدل سيد وزير العدل دار هذا القرب بيانسور هذا رأيي التاعي يعني تعدولة ماش غيرها ها وزير العدل داروا أمور فتحتنا فيه طع الرحمة لإدماج وإصلاح المساجين أعطت لهم فرصة جاوزوا هذا النصة جاوزوه وعطوا فسحة الآن الكوراوين ماش في مرمى قضاء في مرمى محبوس عليه في فطرة اللي تعقبها في الحبس كون سوي خمم القدام انت غلطت في حياتك مرة خمم القدام خمم محكوم عليك بعشر سنين خمم أنك تخش بعد خمس سنوات تغلط بش مازيش تعود خمس سنين هذه لازم تكون منضبط في الحبس أقرأ صلي صلاتك أحفظ القرآن امتثل التعليمات التعلم المؤسسة العقابية الداخل بعد خمس سنين تلقى روحك برا تكون ربحت نصف العقوبة العقوبة واضح أستاذ شكرا لك هذا فيما يخص ظاهرة وقانون إذن لنرفع الجلسة بعد الفاصل إذن رفعت الجلسة مشاهدين وفي موضوعنا لليوم الإفراج المشروط آخر كلمة أستاذ أو نصيحة والله آخر كلمة نقولها هو ديما نثمن ما يقوم به السيد وزير العدل حافظ أختم سيد عبد الرشيد الطبي في هذا الإطار هذا اللي افتحنا في ذنطاع الرحمة مجسدا بينسير لبرنامج رئيس الجمهورية في تفعيل سياسة إعادة تأهيل وإدماج المحبوسين وأطالب من هذا المنبر بتثمين هذا الإجراء له لحباس تعنا راهيم عمران خاصة النظر نطالب بالنظر للناس اللي أول مرة غلطوا الشباب كثير راهيم في الحبس غلطوا أول مرة وطالب بتفعيل هذا الإجراء وتسهيل هذا الإجراء لهذا الشباب خاصة المبتدئين المبتدئين أعطيو لهم فرصة واحدة أخرى سهلو لهم الإجراءات لإفراج المسروط يعودوا ويندمجوا في المجتمع ووعيوهم قبل ما طلقوهم بلد دول رحمتك تعود تغلط رامي عود وجيبوك شكرا واضح وصلت الرسالة أستاذ نلقاكم في عدد متجدد من حصتكم زوم على القانون شكرا لكم اشتركوا في القناة